تزداد يوما بعد يوم أعداد المتظاهرين الصينيين المحتاجين على القيود التي تفردها السلطات لمكافحة فيروس كورونا خاصة بعد مقتل عشرة أشخاص من جراء حريق شب في عمارة سكنية بمدينة أورموشي شمال غربي البلاد في مدينة شينجهاي نشر صحفيون أجانب عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو يظهر فيها ألاف الأشخاص وقد نزلوا إلى الشوارع لإحياء ذكرى الضحايا وللاحتجاج على قيود كورونا فيما يسمع صوت المئات في تلك الفيديوهات يطالبون رئيس الصيني شي جنبينغ بالاستقالة يلقي كثيرون باللوم على الإغلاقات في اندلاع الحريق داخل العمارة السكنية فيما تنفي سلطات الصينية أن تكون الإغلاقات هي السبب وراء اندلاع الحريق وعلى الرغم من الإجراءات الصارمة التي تطبقها السلطات الصينية بغية القضاء على الفيروس تسجل البلاد في الهونة الأخيرة أكبر أعداد لحالات الإصابة اليومية بكوفيد منذ بدء انتشار الوباء وبينما تتعالى مع الوقت نبرة الانتقادات التي تحملها تلك الاحتجاجات ضد الحكومة والرئيس شي جنبينغ تعد استراتيجية الصين لمكافحة كوفيد هي الأخيرة من نوعها التي تطبقها دولة ذات اقتصاد عالمي ضخمة إلا أن السلطات الصينية تلقأ إلى هذه الاستراتيجية لأسباب يعود بعضها إلى ضعف نسبي في مستويات التحصين باللقاحات في البلاد إلى جانب محاولة السلطات حماية المتقدمين في السن